اللي لفتت نظرك واللي انت في ذهنك لحد هذه اللحظة من الصور دي هو فيه صورة مايانة اللي انت كنت تصورها ساعة ما انا بسلم العديمة لا اللي انا بساعد يمشه ان هو ياخد المداليا اه اه اللي انت بتساعده دي بقى اللي في ذهنك لحد الوقت اه واللي انا وقفينه احنا الاربعة من السنين المداليا اللي انت بتسنده لحد ما يطلع على المنصة معك طيب احنا انا في عندي اسئلة كتير جدا وفي نفس الوقت اه الصورة هي هيعدهنة تاني اه هي دي اه هي دي بقى نازلت في ذهنك لحد هذه اللحظة موصرت جدا يعني بصراحة طيب بيك نوادر في اليابان وحاجات زريفة كده وطرائف كتير زي ايه يعني مسلا هقولك حاجة انت متكلم الوقت اكيد انا عايش في اليابان دلوقت مرة كنت كنت بحكم في جراند توكيو جراند سلام في توكيو اه فيه وقت بيبقى فيه البريك فانا البريك تماني بحيب اطلع برا الصالة يعني اه فطلعت برا الصالة لقيت فيه برا الصالة عاملين صالة الجود نفسية عاملين زي بارتشان كده الناس بتعمل الاكل فيه اه فلقيت مصريين فروحت لهم لقيتهم اعرفوني وسلموا عليه فيه واحد قال لي انت انقصني من السجن بتقوله انا انت انقصني من السجن اه بتقوله ازاي ده بالصدفة كده اه بالصدفة بشكرني يعني اه اللي هو بعمله زي اكل دول اه قال لي ان انا هو متجاوز واحدة يابانية وعاش في اليابان اه وتخلي فيناك وبتكلم يعني كويس وهو دخل في العربية كان مسائل العربية ودخل شرع غلط ممنوع الدخول فيه دخل عكس التجاه اه فالبوليس مسكه والدي معناه ان هو خش السجن يعني اكيد فقال له انت منير قال له من مصر قال له له انت تعرف رشوان قال له اه انا عارفه ده جار من اسكندرية قال له طب بتعملش كده تاني واعتبر ان هو طلع من اسكندرية فعلا اه هو باسكندرية اه طب انا عاوز اسألك سؤال ويمكن تقول انا عارف ردك ايه دلوقتي هترد عليه انما انا عاوز اقول ان هما بشر واحنا بشر ازاي نوصل لليابان او جزء من اليابان خلينا نتكلم احنا بشر وهما بشر لا معلش واحنا اصحاب حضارة اي معلش بس فيه فرق كبير يعني فرق كبير انت ازاي تحب بلدك حط روشتة لازم تحب بلدك لازم تخلص لها لازم تخاف على الغير لازم تشتغل يعني اوز اقول لك حاجة انت اليابانين مثلا مفيش حاجة اسمها ان انت مسافر برده فانت قبل منها بتاخد يومين تلاتة اجازة وبعد ما ترجع تاخد لك اسبوع اجازة من سفر مثلا لا اليماني باخد شنطته من بيته الصبح بيروح مكتبه يخلص يطلع الطيارة يروح يسافر خلص الحاجة اللي هو عيدة بيرجب على مكتبه يخلص شغره وبعد يروح اوكي مفيش حاجة اسمها ان انت الساعة تمانية الصبح بتروح المكتب تخلص الساعة خمسة لا انت بتقول لستة وسبعة وثمانية وتسعة ليلات ما تخلص الشغل بتاعك فاهمني؟ وترجع الشغل انك صعب بيكره هالأجازات بقى على كده الياباني بيكره هالأجازات مش بيكره هالأجازات هو بياخد أجازات وبياخد أجازات كويسة لكن المهم عند شغله المهم يخلص شغله يعني هو ممكن يروح لو اللي فيه عند شغل ممكن السبت هو السبت ولا حد أجازة ممكن يروح السبت شغله يشتغل فاهم؟ كده يعني هي دي المشكلة عندنا ان احنا يعني نهتم من نضاف البلدة نهتم ببلدة يعني كل واحد يصلح من نفسه ما نخربش كمان في البلد مش كله قوي ان انت تبقى راكب التورماي او الميترو وتقعد تتخرب فيها تبقى راكب الاوتوبيس تقعد تعمل القطر لسه جديد يعني سمعت شاكه قريبا ان الولاد يوقف بالزرط ويحدف القطر طب ليه؟ تخلف تخلف بعيد عنك طيب احنا لما بتشوف دلوقتي انت انت روحت اليابان اخر مرة في ديسمبر اللي فات ايه بزراء في ديسمبر اللي فات وفي مصر موجود انت شايف فيه تغيير في مصر بامانة؟ بص اقولك حاجة فيه تغيير في مصر انا انا ما روحت العالمين لقيت تغيير حاجة يعني بصراحة حاجة فوق يعني المباني اللي موجودة بس يا ريت الحاجات دي تستمر بنفس احنا نحافظ عليها ازاي؟ بالزبط يعني اه اما تروح العاصمة الادارية الحاجات اللي موجودة اما النهاردة انا وانا جاي النهاردة بسم الله ان شاء الله طريقة هارة اسكندرية الطحفة حاجة يعني اه حاجة شرف يعني وانت ماشي في الطرق بتحسي في فرق كبير او بين اليابان وبين مصر؟ بامانة؟ لا الطريق لان انا سفرت هنا وصفرت هنا اه مفيش فرق الطرق عندنا تحسيني تلمد او لكن اه لكن في حاجات طبعا مختلفة اكيد يعني مثلا استراحات اللي موجودة ما بين المحافظات محافظات لا مختلفة مختلفة حاجات ارقى 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 حمامات احسن اه يعني و يعني انما شايف مصر طلعا اه يعني شايف كطرق وكمباني حاجات جديدة يعني اعتقد ان في حاجات كويسة موجودة طيب انت علاقتك باليابانيين كويسة اوي هل انت استغليت علاقتك باليابانيين لصالح لعبة الجود وديت ويحسنوا منها؟ بس انا عم يعني الحمدلله بفضل ربنا ما بين علاقة ما بيني وبين السفارة اليابانية انا عملت انا وكابتن مرزو عملنا بروتوكول مع السفارة اليابانية وعملنا بروتوكول مع هيئة الجايقة وعملنا بروتوكول مع جامعة تنري في اليابان النهاردة العيبة بتاعتنا اي عسكر بيوحة مروف تنري الناس بتاستضيفك والناس بتقابلك احسن استقبال انا حس كابتر رشوان بفضل من ربيت عصر مش مش كارح كابتر رشوان لا انا خليه مقم هالعلاقات العلاقات دي مهمة جدا يعني النهاردة انت مسلا السفارة اي حاجة بتطلبها بتلاقيها الجايقة النهاردة جايبين لك مسلا ايه الجايقة دي هيئة الجايقة دي موجودة في جميع دول العالم هي هيئة يابانية بتساعد يعني هيئة يعني مسلا انت عارف المدارس اليابانية موجودة في مصر اه طبعا هيئة الجايقة هيئة المتولية عنشايتها يعني اه اه مثلا فيه فيه لعيبة من اليابان حييجي وتمرانه في مصر واحنا لعيبة من عندنا حيروح هناك اه فيه مدارف حييجي في مصر هنا اه كده يعني حاجات زي كده انت بقيت تروح تاني للنهاردة جامعة قوية جدا في الجولو وبتروح يعني الولاد اللي هم الناشئين كانوا هناك عاملهم عسكر ورجعهم وبعد كده حيروحوا الشباب يتمرانوا وبعديهم للبلد اللي هيئة انشاءة اللعبة نفسها بالزبط كده احنا كنا بعاد قوي عن اليابان دولياتي بقيتنا قريبين من اليابان احنا كل مشكلتنا بس ان احنا عايزين سبونسور لان التذاكر والاقامة هناك هي دي المشكلة بقى مسلا مصر تران تاخدوها كسبونسور زيها لتتولى حاجة زيك مصر تران ما كانش موجودة كانت وقفت فتة طويلة قوي صفلة بس هيه مفهوض ترجع الايام اللي جاية دي ترجع تاني تشتغل على بس يا تران بتطلق بتروح اليابان دلوقتي كم مرة؟ لا هي كانتش بتروح قادة فتة طويلة او سنين لسه مفهوض تشتغل على دص الشاردة بتروح مرتين في الاسبوع دي هتسهلك انك تروح اليابان كتير؟ مش عارش حسب التذكارة ما التذكارة غالية مردك بس هشوف لك سبونسور زيها اه ياريت يعني لو فيه المشكلة العلعاب الفردية في السبونسور بتاحها لو فيه سبونسور للجول وفيه سبونسور المصرع رفع الاسقار جاتس فيه العاب تانية بقى فيها سبونسور اللي هي السكواش بقى السكواش اللي بيقضوها دلوقتي وفي البادي الجديدة دي كمان؟ بس السكواش اللي هي مخترفين فانت عارف مخترفين غير الهواء الجودو اللي برضك لعبة هوا مش اه امتى نشوف الجودو فيها احتراف في مصر؟ مفيش لانه مفيش احتراف فيها مفيش احتراف فيها؟ هوا؟ هوا؟ هوا كلها هوا بس طبعا الناس اللي بتكسب بتاخد مكافئات يعني في اليابان اللي بيكسب بياخد مكافئة والدول بتساعد ها يعني فرنسا مثلا فيها اللعبة طبعا جبدين قوي يعني بس اللي هو سبونسور الخاص بيهم مين اللي متربع على عرش اللعبة الوقتي؟ اليابان مازال؟ اه بس هو الوازنتي اللي متربع عليه اللعبة الفرنساوي يعني فرنساوي اه هو واخد كزا مرة بطولة عالم واخد جاز اولمبيات هو اصمر اللون مش ابيض يعني يعني مش فرنساوي خارجوا يعني هو بس هو يعني هو المشهول جدا في اله ولسه عاملت شركة ملابس باسمه يعني يعني هو ده الفتوة بتاع فرنسا يعني الله اعني ممكن بعض اللقين يكسروه من عند الناس لا لا بس هو بسم اله مش عليه ولد توائز يعني طيب انت علاقتك ايه بالجمهور؟ قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري